السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني مهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعلي اول جرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة النهاردة هقدم معاكو بقى وصفة نكحة 100% ومقادير مزبوطة جدا هتطلع معاكو احلى شبورة صحية عملتها من غير دقيق ابيض ومن غير شوفين اتطلبت مني كتير جدا وكان لازم انا فزها لكم وكل ده كنت بجرب ان انا اوصل اصبط وصفة تطلعها معاكو تحفة وهتعجبكو جدا تعالوا معا بعد نشوف الطريقة والمكونات انا معايا اربع بيضات انا طبعا هستعمل العجان بس مش ضروري ممكن لو عندك مضرب بيت بالكهرباء ممكن تستخدمي لو عندك البيت كبير اكتفي بثلاث بيضات لو البيت صغير خدي اربع بيضات زي ما انا اخدت فهي بالاربع بيضات مزبوطة جدا ما شاء الله بيض الاحمر العيدي بتاعنا ده هضيف كمان على البيت نص كوب من الزيت وبنفس الكوبية اللي عيرت بيها الزيت هعير بيها نص كوب من عسل النحل طبعا ممكن تستبدلوا العسل النحل بدبس الطمر او سكر ستيفيا بس هيبقى ربع كوب بس لو سكر ستيفيا دي فانيليا زي ما قلتلكم نفس الكوب اللي عيرت بيه الزيت بعير بيه العسل نص كوب من العسل ودلوقتي هيخد المكونات دي وهروح على العجان او مضرب البيض وهشغل لمدة عشر دقيق على اعلى سرعة مهم جدا ان احنا نعمل الخطوة دي ده بيساعد ان الشبورة تطلع معي هشة جدا جدا انا مش هستخدم يعني مكونات كتير هقول لكم دلوقتي المكونات اللي نبقين اللي احنا هنضفهم انا خلاص وصلت للدرجة دي من اللون البيضي فتح هديف بقى كوبايتين من الدقيق الاصمر او دقيق الامح الكامل ممكن نستبدلهم بدقيق الدخن ودي معلقة كبيرة من البيكينج بودر اللي عايز دقيق دخن بيستخدم دقيق دخن نفس المكونات بالزبط بس هنبدل الدقيق الاصمر بزيق دخن علشان هو دخن خالي من الجلوتن هجيب بقى صنية دي صنية بايركس هدهنها زيت بسيط وهبتدي ان انا انزل شايفين الخاليط عامل ازاي نوعا ما تقيل عن الكيك طبعا لو هتساوف صنية علومنيوم برضو هتدهنوها زيت انا ازلت كل الخليط وفاردته بالشكل ده ورشية سمسم ممكن ترشه كمان حبيت البركة ازا بتحبه ومشغلة الفرن على مية وتمانين درجة وهدخلها بقى في الرف اللي في المص هتقعد حوالي ساعة لتلت وتطلع بالشكل ده هبتدي بقى ان انا اا قطعها علشان اا بعد ما نقطعها هنفردها على صنية وهندخلها تتحمص تاني في الفرن حوالي خمس دقيق علشان تبقى مقرمشها ونشفة لو حبنها ان هي تكون اا لقطرية فمش ضروري تعملوا خطوة التحميس دي طبعا اا بنسقسق فيها بقى مع الشاي بلغن في الفطار الصبح حقيقة عموة طحفة 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 بتضب في البقى كده تنفع بدقيق الدخنة زي ما قولنا نفس المقادير بالزبط والخطوات اا طبعا بقى انتو اا هتقسموها عايزين بقى تاكلوها كده كلوها عايزين تنشفوها نشفوها براحتكم اا حسب الزوق الشخصي طبعا هي بتبقى تستحب ان هي تكون بتحمصة ونشفة هنفتح بقى ونشور شكلها كمان من الداخل دلوقتي يا ريسي بنات ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو آآ لاحبابكو مش ضروري طبعا احنا آآ يكون عندك المقطع ده عشان تقطعي ممكن بسكينة عادي جدا ومصطرة عشان تطلع معاكي مزبوطة سكينة ومصطرة هياخد بقى من النص بالطول كده وهتطلع بسهولة من القالب دلوقتي هنشوف عشان انا ده هنية زيت بسيط زي ما احنا شايفين بصوا بقى الجميل مفرغة من الداخل وهشة جدا يا رب تكون المكونات متوفرة عندك وتقوم يتجرى بها حالا آآ اللي عايز يعملها بالشوفان يقلل آآ مقدار الشوفان يعني بدلا ما هيزيف كوبايتين من الشوء الجيء الاصمر آآ يخليهم كوب ونص من الشوفان بتقعد بقى في التلاجة تحتفظ بيها لو هتنشفوها بتقعد بره في الجو العادي مش بيجرى لها حاجة احنا في الشتاء آآ طبعا فطار صحي ولذيذ جدا طبعا دي الاصمر كله غني بالفوائد بس طبعا الناس اللي عندها حسية ان الجلوتن تستبدل دي الاصمر بدقيق الدخن ناس كتير استقلتني دي الدخن موجود فين موجود في السوبر ماركت الكبيرة متوفر آآ يعني موجود في كارفور ويسبينس وممكن تتدوروا كمان على النت هتلاقوه ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه مستنية طبعا رأيكم في التعليقات تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعيني دايما آآ اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة